اشتركوا في القناة من دروس قواعد اللغة العربية هذه المرة مخصص لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي هذه هي الدروس التي سوف نتناولها ان شاء الله دروس السنة الخامسة الابتدائي ومع اول درس هذا الدرس هو درس الاسم الممدود وهو درس سهل يعني للغاية ومع المثال الاول تلاحظون هذا المثال الصحراء واسع تلاحظ كلمة الصحراء تجدها مختومة بهمزة سبقها الف احب الازهار البيضاء تلاحظ كلمة البيضاء مختومة بهمزة سبقها الف تلاحظ المثال الثالث السماء زرقاء تلاحظ السماء زرقاء اذا السماء لبضة ختمت بهمزة سبقها الف ايضا زرقاء ختمت بهمزة سبقها الف وبالتالي فان الاسم الممدود هو كل اسم مختوم بهمزة سبقها الف ومع الاستنتاج اتذكر الاسم الممدود هو اسم مختوم بهمزة بعد الف مثل حمراء شهباء فيحاء ومع الدرس الثاني وهو الاسم المنقوس طبعا الاسم المنقوس هو درس يحتاج الى تركيز نوعا ما ومع الامثلة الف وقف المحام يدافع عن الجاني طبعا وقف فعل ماضي المحام فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل الثقل حين لا نستطيع ان نقول المحام يو فهو يعني امر تستطيع قوله لكنه ثقيل الفرق بين التعذر والثقل ان التعذر لا يمكن نطق الكلمة اما الثقل فيمكن نطق الكلمة لكنها تبقى ثقيلة اذا المحام فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل الثاني ان الساعية ان حرف نصب وتوكيد الساعية اسم ان منصوب تلاحظ الحركة الاعرابية تظهر وهذا لان الاسم المنقوص في حالة النصب يكون تكون علامة النصب ظاهرة ان ادت نصب وتوكيد الساعية اسم ان منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على اخره اذا كخلاصة ابتدائية فان الاسم المنقوص المنتهي وهو المنتهي بياء ياء اصلية غير مشددة هذا الاسم المنقوص في حالتي الرفع والجر تكون حركته الاعرابية غير ظاهرة بل مقدرة للثقل بينما في النصب في حالة النصب تكون ظاهرة على اخره الان مع الامثلة با لاحظ الجملة الاولى سمعت المؤذنة مناديا للصلاة تلاحظ ان مناديا هنا نكرة وتنوينها منصوب او تنوين النصب مررت براعي تلاحظ ان هنا التنوين تنوين جر تنوين جر بحرب جر وراعي اسم جر نلاحظ ان الياء هنا ظاهرة مع التنوين النصب بينما الياء هنا غير ظاهرة اذا تحذف ياء المنقوص في حالة الجر تحذف ياء المنقوص في حالة الجر هذا نادن هذا مبتدأ ونادن خبر ايضا تلاحظون حتى في المرفوع حين تحذف هذه الياء يبقى ايضا تظهر عليه علامات او تظهر عليه تنوين الجر اذا المنقوص اذا كان مجرورا او كان مرفوعا عند تنويني اذا كان منونا عفوا منونا بالجر ومنونا بالرفع في حالة الرفع مثل نادن هنا خبر فان ياءه تحذف فان ياءه تحذف فنقول مررت براعي مررت براعي ولا نقول براعي حين الاعراب نقول مررت طبعا فعل وفاعل بي حرف جر راعي اسم مجرور بي بي وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء التي حذفت بسبب التقاء الساكنين اذا الياء هنا في حالة الجر وفي حالة الرفع تحذف بسبب التقاء الساكنين والعلامة الاعرابية تكون مقدرة على هذه الياء التي حذفت بالتقاء الساكنين هذا مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره ناد خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة بسبب التقاء الساكنين ومع الاستنتاج المنقوص هو كل اسم ينتهي بياء أصلية ياء أصلية حتى نفرقها عن ياء الملكية وياء النسبة إذن ينتهي بياء أصلية غير مشددة قبلها كسرة مثل الحامي مثل الحامي والقاضي والراعي والداعي وهكذا إعراب الإسم المنقوص تقدر الحركة الإعرابية على آخر الإسم المنقوص في حالتي الرفع والجر ويمنع من ظهورها الثقل إذن في حالتي الرفع والجر فإن الحركة تكون مقدرة على آخره للثقل ثنين تظهر الحركة الإعرابية على آخر الإسم في حالة النصب كما ظهر في المثال ثالثا تحذف ياء المنقوص في تنوين الرفع والجر إذا كان الإسم المنقوص منونا في رفع أو منونا في جر فإن ياءه تحذف على عكس التنوين في حالة النصب في حالة النصب لا تحذف هذه الياء إذن تحذف ياء المنقوص في تنوين الرفع والجر ولا تحذف في تنوين النصب تنبيه هناك فرق بين الياء الأصلية مثل ساعي حامي إذن هذه الياء لا يمكن حذفها لأنها أصلية في الكلمة ساعي حامي بينما ياء الملكية هذه ياء لعوضا عن كلمة أو عن حرف لي كراسي أي كراس لي هذا الكراس لي فحرف لي عوض هنا بهذه الياء ياء الملكية فنقول كراسي قلمي ونستطيع حذف هذه الياء إذن هذه الياء ليست ياء الإسم المنقوص ولكنها ياء الملكية وهناك أيضا ياء أخرى وهي ياء النسبة مثلا تقول جزائري فهذه الياء ليست أصلية وليست ياء الملكية بل هي ياء النسبة أي أنتسب إلى هذا البلد نقول أيضا عربي أيضا هذه الياء ياء النسبة وليست هذا طبعا للتفرق بين الإسم المنسوب وياء الملكية والفعل المنقوص هذا هو وصلنا إلى ختام هذا الدرس أرجو أن أكون وفقت في نقل هذه البضاعة أرجو أن لا تكون بضاعة مزجاه طبعا أدعو إخواني إلى التعليق على هذا التسجيل وإن وجدوا فيه خطأا فمن نفسي ومن الشيطان والله بريء منهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته